المدير الفني لنادي الاهلي بيتسو موسيماني أكد على أهمية مباراة المريخ السوداني المقبلة وأشار أنه بيصعد لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه لحسن التأهد لدور التمانية بيتسو موسيماني قال كمان أن النادي الاهلي سيتوجه إلى السودان بهدف تقديم عرض قوي بيليق به حامل اللقب اللقب طبعا دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال أفريقيا وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة هو بيعمل خلال الفترة الحالية مع اللعبة علشان تحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور الربع النهائي كمان أضاف المدير الفني لنادي الاهلي أن تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه بيمنح فرصة لتحقيق ثلاث أهداف وهي أولا حسم التأهل والاستمرار في الطريق لتصدر المجموعة من خلال طبعا مباراة سنبا بعد موجة المريخ هدف الثالث والأخير هو إرسال الرسالة إلى جميع المنافسين وهي قالنا النادي الأهلي بيسعى دائما للفوز داخل الملعب بتاعه وكمان خارج ملعبه